اشتركوا في القناة بيكون عندنا فيها العديد والعديد من الأخبار الهمة المتنوعة على مختلف الأسعادة سواء عالمياً محلياً وكل جديد يتعلق بنادين الحبيب النادي الأهلي وآخر أخبار وتفاصيله وكل التوضحات هتكون معاكم على مدار فقرات حلقة التريند النهاردة فبالتالي أمور كلها غاية في الأهمية تابعونا لحظة باللحظة خلينا أقول لحضراتكم كمان أننا نستنين تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة سؤال بيتعلق بمباراة منتخبنا اللي يعني بتجرى في هذه اللحظات في ربع نهائي كأس العرب أمام المنتخب الأردني توقعات حضراتكم لنتيجة المباراة ويمين كمان اللي ممكن يسجل الأهداف طيب عطلنا على صفحات قناة الأهلية المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وحناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد لكن البداية دايماً بتكون بأهم وأبرز العنوين تعالوا نشوف في ترند الأهلي الأهلي يطالب اتحاد القرى بتحمل مسؤولياته في أزمة تعارض مونديال الأندية وكأس الأمم وكمان كيروش يؤكد على ضرورة إيجاد حل للأزمة وأخيراً الأهلي واصل الاستعداد للسوبر بي مباريات ودي في حقيقة ملفات كتير جداً مهمة وأهم قضية بصراحة خلال فترة الحالية وهي قضية تعارض موعيد كأس العام الأندية مع بطولة الأمم الأفريقية وأزمة كبيرة جداً 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 هنتكلم فيها بتفاصيل كتير لكن خلينا نبتدي معاكم بأهم المباريات في مختلف البطولات النهاردة فنبتدي طبعاً ببطولة كاس العرب مباراة مهمة قوي قوي ابتدت الساعة خمسة ما بين منتخبنا الوطني المصري والمنتخب الأردني في إطار الثقة اللي بقت موجودة من الجمهورة المصري في منتخبنا الوطني بعد النتائج اللي في أول ثلاث مباريات ودور المجمعات لكن الأدوار الإقصائية تبقى أكثر صعوبة والمنتخب الأردني منتخب محترم جداً جداً وبالتالي المباراة صعبة للغاية تجرى فيها هذه اللحظات أما مباراة هتكون كمة في الندية والإثارة والقوة هي مباراة الساعة الساعة بالليل ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري اللي يكسب فيهم حيقابل المنتخب القطري في نص النهائي وإن شاء الله بإذن الله إن قدر لمنتخبنا الوطني المصري إن هو يفوز على الأردن حيقابل المنتخب التونسي بإذن الله يوم السبت الجاي في نص نهائي أو مش يوم السبت لا خلال أيام قليلة السبت الجاي حيكون النهائي هنقابل المنتخب التونسي في حيات الفوز إن شاء الله بإذن الله في دور نص النهائي من توريكاس العرب أما فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي النهاردة في عدد من المباراة المهمة ابتدت الجولة رقم 16 بمباراة منشستر سيتي مع ويلبر هامتون انتهت بفوز منشستر سيتي بهدف لرحيم ستيرلينج من ضربة جزاء تسبب فيها برناردو سيلفا ويلبر هامتون اترد من عندهم خيمينيز مهاجم الفريق في تقريبا دي أو دي أو نص من خلال إنظارين وراء بعض فبالتالي فوز مهم منشستر سيتي بيوصلوا صدراتهم لجدول الدوري الإنجليزي بهذا الانتصار أما في تمام الساعة الخامسة عدد من المباراة ابتدت بالتحديد ثلاث مباراة أرسنل مع ساوش هامتون تشيلسي مع ليتز يونيتد ومباراة مهمة جدا بالنسبة لنا كمصريين وهي مباراة ليفر بول وأستون فيلا وهي مهمة لأن نجمينة المصري محمد صلاح موجود كالعادة في تشكيل أساسي نتمنى له كل التوفيق وأيضا بتشهد عودة نجمينة الكبير محمود حزن تريزيجي في دكة بودلاء أستون فيلا وفي قائمة هذه المباراة وقد يتم الدفع به طبقا لأحداث اللقاء من قبل ستيفن جيرارد المدير الفني الأستون فيلا واللعب الأسطوري ليفر بول فهي بالتالي هي مباراة شائقة وهمة جدا أما المباراة اللي حتكون فيه تمام الساعة السابعة والنصف مسائم هي مباراة نوريتش سيتي مع مانشستر يونيتد مباراة أيضا مهمة للمان يونيتد الدور الأسباني فيه عدد من المباراة فيه مباراة اتلعبت وخلصت خلاص ما بين إسبانيول وليفانتي خلصت بيفوز إسبانيول بنتيجة أربعة تلاتة مباراة واضح أنها كانت قوية جدا جدا الساعة خمسة وربع حتبتدي مباراة دوبرتيفو ألافيز مع ختافي الساعة سبعة ونصف فالنسيا مع إليتي والساعة عشر بالليل أتلاتكو أو أتلاتك بلباو مع إش بيليا مباراة حتكون أيضا مهمة جدا في الدور الأسباني اللي بتصدره فريق ريال مدريد عن جدارة واستحقاك بالمناسبة النهاردة كمان فيه مباراة والدية اتلعبت للنادي الأهلي ابتدت فيه تمام الساعة الرابعة عصرا ولسه مستمر أحداث هذه المباراة وبالأهلي طلع الجيش فيه استاد جهاز الرياضة أقول لحضراتكم كل الجديد والتفاصيل اللي بتتعلق بهذه المباراة أيضا لكن خليني أتكلم مع حضراتكم سريعا قبل ما نطلع فاصل فيه تشكيل منتخبنا الوطني وأقول لحضراتكم التشكيل اللي ابتدى به مستر كارلوس كيروش فيه مباراته اليوم اللي بتقام في هذه اللحظات مع المنتخب الأردني في ربع نهائي كأس العرب كارلوس كيروش اللي واضح أنه مدير فني مميز جدا وعارف بيعمل ايه كويس زي ما حرقكم شايفين كده على الشاشة في حراسة المرمى محمد الشناوي في حراسة المرمى قدامه ربع خط الدفاع عمر كمال عبدالواحد كظاهير أيمن أحمد فتوح كظاهير أيصر واثنين عامين بطولة مميزة جدا اتنين مساكين أحمد ياسين لعب البنك الأهلي ولعب انتخبنا الوطني ومحمود حمدي الوينش لعب نادي ألزميك أما في نص الملعب اتنين من التقال قوي 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 القائد عمر السلية وأيضا النجم الكبير حمدي فتحي وقدامهم السلاسي حسين فيصل مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو الويتدي مباراة النهاردة والمهاجم الوحيد هو مروان حمدي ده التشكيل الأساسي اللي بيلعب دلوقتي مباراة الأردن أما بخصوص دكة البودلاء فمحمد صبحي محمود جاد حراسة المرمى مروان دود أحمد رفعة مهند لاشين محمد عبد المنعم أسامة فيصل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف نتمنى لهم يراب بكل التوفيق بيجيب عن منتخبنا النهاردة أكرم توفيق واخد انظارين حجازي وأيمن أشرف للإصابة لكن عندنا قائمة محترمة من لعبين ولعبين وعادين جدا جدا في صفوف منتخبنا الوطني ويقدروا أن هم يفوزوا في مباراة اليوم وبرضو هكون معكم لحظة بلحظة في كل المستجدات اللي بتتعلق بهذه المباراة طيب أما فيما يتعلق به تشكيل مباراة ليبربول وأستون فيلا موضوع مهم جدا بالنسبة لنا فأقول لحضراتكم التشكيل لأن المباراة خلاصة ابتدت من حوالي 3-4 دقيقة أليسون بيكر في حراسة المرمى ده تشكيل ليبربول في خط الدفاع ترينت أليكساندر أرنولد الزهير الآيمن المميز جدا الزهير الآيسر روبرتسون طبعا السكولتلندي الرائع واثنين مساكين هو جويل ماتب اللعب الكاميروني وفيرجر باندايك طبعا نجم الهولندي الكبير في خط الوسط كل من فابينو البرازيليو هندرسون الإنجليزي وتياجو ألكنتار النجم الأسباني وفي خط الهجوم كل من ساديو ماني السنغالي وتشامبرلين النجم الإنجليزي وأيضا نجمنا المصري الكبير محمد صلاح ده التشكيل الأساسي الخاص بليبربول يعني بيشهد جوتا في دكة الجداء بسبب أنه كان عنده أصابة كفيفة شوية قد يتم الدفع دي أيضا في أحداث المباراة أما بخصوص تشكيل أسلون فيلا المباراة التي تصاد فيها تريزيجي نجمنا المصري الكبير في قطع في الروباط الصليبي كانت مباراة الموسم الماضي أمام ليبربول في الأنفل وبيعود أيضا للمشاركة أو بيعود في قائمة أتوم فيلا في المباريات رسمية لأول مرة من خلال أيضا ملعب الأنفلد أمام نفس فريق هو ليبربول فهقول لحراركم التشكيل بالكامل مارتينيز الحارس الأرجنتيني المميز جدا في حارس المرمى ماتي كاش وكنسة اللي جاب هدفين المباراة التي فاتت منجز وطارجت في خط الدفاع في نصر ملعب ماجين ونكامبا وأيضا دوجلس لويز وأمامهم رامسي واتكنس وأشلي يونج في دكت البودلق طبعا نجمنا المصري محمود حسن تريزيجي وأيضا أبرز الحضور في دكت البودلق هو إنجز الهدف الإنجليزي المميز ده تشكيل كل من مصر وأيضا ليبربول وأستنفيل عندنا تفاصيل مهمة جدا عن التكلم فيها بعد الفصل بالتحديد فيما يتعلق بتعارض موعيد كأس العام الأندية وأيضا كأس الأمم الأفريقية ستنونا بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد للأسف الشديد يعني منتخبنا الوطني متأخر في النتيجة أمام المنتخب الأردوني بهدف مقابل لشيء في ديئة الاثناشر من أحداث الشوت الأول بهدف جميل جدا بصراحة أحرزوا لعب المنتخب الأردوني واضح أن منتخبنا داخل المباراة بصقة زيادة شوية بعد يعني اعتلاق قمة المجموعة اللي كانت تضم الجزائر ولبنان والسودان فبالتالي يعني الصقة زيادة دي كان واضحة شوية على اللعيبة في بداية المباراة لكن كلنا صقة كبيرة جدا في جهازنا الفني والمنتخب وعناصر الفريق أن هم يقدروا يرجعوا في هذه المباراة إن شاء الله يتأهلوا للدور نصف النائلة لأننا عندنا لعيبة مميزين جدا في الحقيقة لكن الأهم التركيز وعدم يعني عايزة أقول المصطلح الصحيح جدا عدم الغرور والاستناد بس لإسم المنتخب الوطني إنه إسم كبير جدا كروي أكبر من إسم المنتخب الأردني لكن في الحقيقة القرى ما بتعرفش غير بالمجهود وبالتركيز والإصرار يعني المنتخب دلوقتي في ديئة 16 من أحداث المباراة إن شاء الله نرجع في المطش ونقدر نفوذ في مباراة دور ربح اللانهائي طيب خلينا نتكلم على أزمة مهمة جدا وهي يعني الأزمة الأبرز على ساحة الرياضية حاليا والكل بيتكلم فيها والكل متابع آخر تطورات فيها في الحقيقة ما فيش أي تطورات بخصوص قصة تعارض نوعيد كأس العالم الأندية مع بطولة الأمم الأفريقية وهي أزمة كبيرة جدا وبالمناسبة البعض المتخالي هي أزمة للنادي الأهلي بس مش لمنتخب مصر لا هي أيضا أزمة لمنتخب مصر بدليل إيه؟ بدليل أن كيروش نفسه في المؤتمر الصحفي يتكلم على الأزمة دي وقال أتمنى أن يكون في حل للأزمة دي وأن يتم تقديم أو تأخير الموعيد بحيث أن لعبة الأهلي تقدر تشارك مع منتخب مصر وتقدر أيضا تشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندي النهاردة الأهلي عمل إيه؟ أرسل خطاب للإتحاد المصري لقرة القدم بيطالب فيه الإتحاد بتحمل مسئوليات وفيه أزمة تعارض موعيد مونديال الأندية وكأس الأمم زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة والأهلي بيقول إيه في الخطاب ده؟ بيقول يا جماعة إحنا عندنا مشكلة كبيرة ومش أول مرة نبعت خطاب للإتحاد المصري لقرة القدم والمشكلة بتتمثل فيه أن كأس الأمم الأفريقية اللي هتكون في الكاميرون هتبتدي من يوم 9 يناير لـ 6 فبراير وكأس العام الأندية اللي مشارك فيها النادي الأهلي واللي بيمثل مصر في هذه البطولة بل كمان بيمثل قرة الأفريقية البطولة هتنطلق من يوم 3 حتى يوم 12 فبراير ده بيترتب عليه إيه؟ ده خطاب النادي الأهلي واللي معروف جدا بالنسبة للجميع بيترتب عليه أن أحد من يا إما المنتخب الوطني الأول أو النادي الأهلي هيفقد لعبيه سواء في بطولة الأمم الأفريقية أو كأس العالم للأندية ودي أزمة كبيرة جدا لأن الأهلي دايما عمره ما بيتأخر خالص عن منتخب مصر في لعبته ده دوره الوطني الطبيعي جدا وفي نفس الوقت الأهلي بيلعب بإسم منتخب مصر في كأس العالم للأندية قال كمان إيه؟ قال المشكلة الأكبر من كده إن إحنا عندنا بعض اللاعبين الموجودين في قائمة النادي الأهلي حيبقوا مشاركين مع منتخب بلادهم في كأس الأمم الأفريقية وقد تصل هذه المنتخبات للأدوار الإخصائية بتحديد دوره نصف النهائي فبالتالي يبقى فيه صعوبة أنهم يشاركوا مع الأهلي في كأس العالم للأندية زي منتخبات مين؟ زي منتخب المغرب عندنا فيه بدر بنون لو انضم المنتخب عندك تونس أحد أبرز وأهم لعبيه ومفتاح أساسي بالنسبة لهم هو علي معلول منتخب قوي يقدر يوصل نصف النهائي عندك منتخب المالي في مين؟ فيه أليو ديانج منتخب قوي وقال يو ديانج لعيب أساسي وكان بيشارك في تصفيات بصفة أساسية تصفيات كأس العالم فبالتالي ممكن كمان التلاتة الدول ما يكونوش معاك لو وصل المنتخبات دي لنصف النهائي أو أحد هذه المنتخبات يعني فده أمر غريب ده بخلاف إيه كمان؟ بخلاف أن فيه موعيد نهائية بيحددها لاتحاد الدولي بخصوص إرسال القوائم اللي هتشارك في كأس العام الأندية ولو نفتكر السنة اللي فاتت لما الأهل يوصل كأس العام الأندية اللي كانت في قطر وقدر الأهل يفوز فيها بالبرونزية كان أرسل أسماء حوالي 22 أو 23 عام تذكر تحديدا هي القايمة اللي بيتم إرسال الأسماء والعدد ده بالتحديد اللي هو يشارك في كأس العالم طب ما بالك أنت بقى لما حتيك ترسل القايمة الله أعلم منتخب ربنا يا ربي يكريمه يوصل للنهائي طبعا كأس العام الأفريقية ويا السلام لو يجب لنا البطولة يفرحوا كل الشعب المصري فتخيل أنت ممكن المنتخب يوصل طب لو ما وصلش المنتخب لقدر الله هكون تأيدت القايمة القايمة هتكون بتخلو من العناصر الأساسية المعاك اللي أكيد هيختارها المنتخب الوطني بخلاف العناصر الأساسية مع المنتخبات الأخرى فدي أزمة أخرى كمان محدش واخد باله منها أو للأسف لم يتم حلها حتى الآن اللي أهلي كمان قال إيه في بيانه أو في خطابه للأتحاد المصر الكرة القدم قال يا جماعة احنا أرسلنا قبل كده خطابات لكم وانتم ما حلتوش أي حاجة ما رضتوش علينا بأي رد وما بتقولوش أي موقف ولا حتى بيانات رسمية بتطلع من أتحاد الكرة سواء بالمساندة أو بالدعم أو بمخاطبة التحاد الدولي أو بأي حاجة وبالمناسبة يا جماعة هو مفروض التسلسل الموضوع بيمشي إزاي انت عندك أزمة كنادي أهلي أو كمنتخب وطني كمان فبتقول لأتحاد الكرة يا جماعة عندي أزمة بعد إذنكم خطبوا لأتحاد الأفريقي والأتحاد الدولي تمام؟ انت قلت لأتحاد الكرة وخطبت كمان أتحاد الدولي والأتحاد الأفريقي لكن أتحاد الكرة ما قالش هل هو تواصل من أتحاد الدولي أو تواصل من أتحاد الأفريقي برضو ما فيش أي توضحات من أتحاد الكرة كأن الأزمة مش موجودة ودي حاجة غريبة جدا الأهلي في خطابه كمان قال إن هو على مدار تاريخه عمره متوانى أو تأخر في إرسال لعبيه للمنتخب الوطني حتى في ظل التعارض بخصوص موعيد الأجندة الدولية الفيفا بيدي للنائة الحق فيها أنه يرفض انضمام لعبيه للمنتخب لكن الأهلي طبعاً ما بيعملش كده وبيخلي لعبته وينضمه لأنه ده واجب وطني حتى أكبر دليل لو حضراتكم تفتكروا أولمبياد توكيو كانت من حق الأهلي جداً فيه بعض المنتخبات ما أرسلتش لعبيها أو بعض الأندية ما أرسلتش لعبيها للمنتخبات اللي بتشارك لأن ده بطولة مش في الأجندة الدولية فبالتالي من حق جداً أي نادي أنه هو ما يرسلش لعبيه لكن الأهلي ساعتها أرسل حوالي ست لعبين من قوام الأساسي ولعبة مهمة جداً محمد الشناوي أكرم توفيق طهر محمد طهر فيه أكتر من لعب كانوا موجودين في الحقيقة مع المنتخب الأولمبيا فالأهلي عمره ما بيتأخر خالص في مثل هذه الأمور سواء بطولات رسمية أو دولية والأهلي دايماً زي ما حدركم عارفين وزي ما قال كده في الخطاب أنه بيعتز جداً بوطنيته وتمثيل بلاده بل تمثيل قرية أفريقيا بأكملها وأكد الأهلي في كتابه أنه يصق باتحاد الكرة تمام وأكيد بنصق باتحاد الكرة نتمنى يا رب أن يكون في خطوات جدية وتكون في صالح القرية المصرية والأفريقية طبعاً بشكل عام وأكيد اتحاد الكرة سيكون داعم ومساند لكل الأندية اللي بتمثل مصر في المحافل القرية وإن شاء الله الأهلي بيتطلع لتحرك فوري لإيجاد حلول وقعية تمدح الأهلي أحقيته في الاستعانة بكل لعبية دا الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي خطاب وقعي منطقي طبيعي مهم جداً وبيطالب اتحاد الكرة بيتحمل مسئوليته لكن في الحقيقة نحن نشوف كده في طولة كاس العرب نشوف كده الأستاذ أو كابتن أحمد من جاهد قاعد مع انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي وعلاقة مميزة وهو حاجة كويس ما فيش أي مشكلة بس هنا السؤال هل أحمد من جاهد هل الأستاذ أحمد من جاهد تطرق لهذا الملف مع انفنتينو مثلاً قال له وهو فيه أزمة كبيرة كلي بالك مثلاً عايزين نحلها هل فيه أي حاجة من هذا القبيل تم مقشتها الله أعلم عشان ما نقولش كلامه خلاص لكن احنا واضح أنه فيه علاقة مميزة وفيه تواصل دائم والراجل كان موجود هنا في مصر هل لما كان موجود هنا انفنتينو كان في مصر تم فتح هذا الملف ولا لأ ما فيش أي توضحات من اتحاد الكرة طيب الموضوع محتاج طبعاً وقفة من الاتحاد المصري الكرة القدم وقفة من الاتحاد الأفريكي وأنا مستغرب جداً ويعني مش مصدق الوضع لأن بصراحة فيه تقليل كبير قوي قوي من القرية الأفريقية من قبل من هم منوطين بتحديد هذه المواعيد سواء مواعيد كاسل أو أفريقية بس بصراحة كاسل أو أفريقية مواعيدها كانت قبل كده متحددة من بدري لكن كمان عندك مواعيد كاسل عالم للأندية فقرة أفريقيا دي مهمة جداً الأندية اللي بتلعب في القرة دي الأندية كبيرة جداً أن دي الأهلي أكبر هذه الأندية الأهلي عنده قائمة مميزة بيمثل مصر وأفريقيا في بطولة الأمم الأفريقية فبالتالي مهمة قوي أنه يكون تبقى اللي ما بدأ تكافؤ الفرص لعبته كاملة فرقته كاملة لكن الغريب أنه محدش لسه حل الموضوع لحد دلوقتي والتقليل من قرية أفريقيا في حد ذاته أمر غريب من نوعه ليه غريب؟ لأن قرية أفريقيا دي اللي مطلعة نجوم العالم مطلعة لعيبة كتيرة جداً جداً ساهمت مع منتخباتها ومع عنديتها في أوروبا في العديد والعديد من الألقاب والبطولات المميزة عندك سامويل إيتوت روكبة جورج ويا اللي خادت أحسن لعيب في العالم لما كان موجود مع ميلاً طبعاً عندك أسماء كتيرة قوي 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 بل كمان في بعض المنتخبات أبرز المنتخب الفرنسي معظم قواموا من لعيبة أفارق فليه التقليل من القرى الأفريقية؟ وأنا بشوف في الحقيقة أن فيه اختيال فني واقتصادي للنادي الأهل اختيال للنادي الأهلي في الجانب الفني والاقتصادي فيما يتعلق بهذه الموعيد أنت دلوقتي بتخلي الأهلي يفقد عناصره الأساسية الموجودة في مختلف المنتخبات وبيفقد كمان فرصه في الحصول على عوائد مادية أكتر في حال التخطي منتيري مثلاً الفريق القوي المكسيكي المميز ووصوله دور نصف النهائي بل كمان ممكن يكون عنده فرصة أنه لما يقابل بالميرس في نصف النهائي يوصل النهائي في عوائد مادية أكتر فرص موجودة لأنك كسبت بالميرس البطولة اللي فاتت رغم أنه فريق طبعاً قوي جداً فاغتيال للأهلي للقارة كلها لأن الأهلي بيمثل القارة الأفريقية فالجزئية الأخرى وللواحد حزين جداً بسببها لكن لسه عندنا الأمل في حل هذا الجانب أو هذا الملف هو سؤال إتحاد الأفريقي لكرة القدم أرسل خطاب لإتحاد المصري من ثلاثة يام تقريباً بالضبط قال لهم يا جماعة إحنا الموضوع ما بقاش في إيدينا دلوقتي في إيد لجنة الانضباط هي اللي بتحل اللجنة الانضباط سواء بقى في إتحاد الأفريقية وإتحاد الدولي عتاكت في إتحاد الدولي هي منوطة بحل هذه الأزمة ليه إتحاد المصري ليه ما بيطلعش يقول يا جماعة أنا جالي خطاب من الإتحاد الأفريقي ويعرف الناس ليه الجوابة تستخبع يعني هي ظاهرة باينة جداً في إتحاد الكورة على مدار السنتين اللي فاتوا معظم الخطابات الرسمية اللي بتوصل من إتحاد الأفريقي أو من إتحاد الدولي ما بيتمش الإعلان عنها طب إيه السبب؟ طب ما تعلم وتقول الأمور ماشية إزاي آخر التطورات إيه؟ عرف الشارع الرياضي المصري بآخر الأحداث يعني وده أمر جريب بصراحة أنا مستغرب في كل الأحوال في كل الأحوال نتمنى نتمنى أن يتم حل هذه الأزمة بالشكل اللي يكون في صالح الجميع لأنها مش بس أزمة لنادي الأهل هي أيضاً أزمة لمنتخب الوطني المصري ونتمنى أن المنتخب يشارك بقوامه الكامل باختيارات كيروش كلها تمام؟ في كاسر الأفريقية نتمنى أيضاً ممثل مصر وممثل أفريقيا في كاسر العامل عندها يشارك بقوامه الكامل والأهل يصرف فلوس كتير جداً عشان يعمل قايمة قوية الأهل يصرف فلوس كتير جداً عشان يقدر أن هو يحقق مركز أفضل مركز التالت في كاسر العالم فأتمنى أن يكون فيه مساعدة من الجميع بخصوص هذا الجانب يعني فهنشوف إلا هيحصل خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله الأمور تسير بالشكل المطلوب اللي يكون في صالح الجميع طيب قبل ما نروح لفصل سريع كليل أقول لحضراتكم يعني أن حتى الآن المنتخب الأردني متقدم بهدف مقابل لشيء على المنتخب الوطني المصري وفي دقيقة 26 من أحداث اللقاء نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني طيب النص الساعة الأولى في مطش مصر والأردن بصراحة للنسيان لمنتخبنا الوطني أداء سيء جداً ما فيش أي فرصة على المرمى الأردني بل كمان الأكتر من كده نشينا وشال هدفين تقلق وشال جنين يعني محققين للمنتخب الأردني ما فيش أي شكل حتى الآن ما فيش أي هجمات خطيرة للمنتخبنا ووضح عدم التجانس في الخط الأمامي تحديداً ما بين زيزو ومروان وحسين فيصل وكمان مين كمان معهم موجود قدام مصطفى فاتحي مصطفى فاتحي فبالتالي نتمنى أن الأمور تتزبط شوية وأن المنتخب يكون أفضل فيما تبقى من أحداث هذا اللقاء وما زال تأخر للمنتخب الوطني بهدف مقابل لشيء محتاجين الروح اللي كانت موجودة في مطش الجزائر محتاجين الأداء اللي كان مميز جداً جداً نفسنا نكمل على سطر ونسيب سطر فده أمر مهم جداً للمنتخبنا لكن في العموم خلينا ناخد الهدف الأساسي من البطولة واللي احنا عارفينه من قبل ما منتخب الوطني نشارك في البطولة وهو هدف التجربة هدف الوقوف على بعض المسئولات لبعض اللعبين وما ده صلاحياتهم للانضمام للمنتخب مصر فيه الأوقات والمناسبات الحاسمة والأقصر أهمية سواء فيما يتعلق ببطولة المهمة الأفريقية أو التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العام ومرحلة الأخيرة تحديدة من هذه التصفيات والمرحلة الأصعب بكل تأكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخبنا الوطني فهذه اللحظات كمان النادي الأهلي زي ما حالكم عارفين عنده مطشين والديين مطش لعبوا أو بيلعبوا لغاية دلوقتي طلع الجيش في ديئة 65 التعادل إيجابي واحد واحد طلع الجيش تقدم في الشوت الأول بهدف مقابل لشيء الشوت الثاني رمي الربيعة نجم الدفاع النادي للأهلي أحرز هدف مميز في ديئة 58 ومازالت النتيجة واحد واحد ما بين الفريقين الأهلي حيكون عنده مطش تاني يوم الأربع اللي جاي مع سموحة في إطار الاستعداد لمباراة السوبر يوم 22 إن شاء الله أمام الرجاء المغربي إن شاء الله الأهلي يكون موفق في الاستعداد وأيضا في حظ اللقب وده الأمر الأهم جدا أقول لحضراتكم تشكيل نادي الأهلي في هذه المباراة في حراس المرمى علي لطفي في خط الدفاع رمي الربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد ومحمد هاني خط الوسط حسين الشحات أليو ديانج طاهر محمد طاهر ولويس ميكي سوني وأحمد نبيل وفي خط الهجوم بيرسي تاو دي المباراة اللي بتقام في جهاز الرياضة ملعب طلاق على الجيش والتعادل الإيجابي إزاي ما قلت حرقكم بهدف مقابل هدف هدف الأهلي أحرزه رمي الربيعة خليني بس أطمنكم على بعض الإصابات لأن فيه اتنين لعيبة مهمين جدا ما شاركوش فيه هذه المباراة الودية نبتدي بأحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر عنده شد خفيف في العضلة الضمة فبالتالي تم استبعاده من هذه المباراة أمام طلاق على الجيش وحيتم تجهيز أحمد عبدالقادر لمباراة السوبر أمام الرجاء يوم 22 معنى أنه حيكون فيه تجهيز ليه معنى كده أنه حيكون فيه فرص كبيرة لأحمد عبدالقادر أنه ينضم لقائمة المنتخب أو لقائمة الأهلي عفوا في هذه المباراة ده فيما يتعلق بأحمد عبدالقادر وحيكون عنده برنامج تأهيلي وعلاجي خلال المرحلة المقبلة وحيكون برنامج مكسف في الحياة أما خصوص عمار حمدي عمار عنده برد فالأهلي عشان يتطمن أكتر أو الجذب فني والطبي عشان يتطمنه أكتر عمله مسحة عشان لا تكون كورونا ولا حاجة نتيجة المسحة تلعت من حوالي نص ساعة قبل دلوقتي بشكل رسمي سلبية الحمد لله ما عندهش كورونا والأمور كلها تتعلق بنزلة برد بس إن شاء الله يتعالج منها ويخف وينضم التدريبات الأهلي بشكل طبيعي على طول خلال الفترة اللي جاية خلي أكلمكم شوية على فريق الرجاء المغربي فريق الرجاء خلاص أعلن هو مسافر يوم 17 نفس اليوم اللي حيسافر فيه النادي الأهلي للإمارات أو عفوا لكتر عشان يخوض هذه المباراة الإمارات حيكون فيها كاس العام الأندية بإذن الله تعالى الرجاء حيسافر يوم 17 من خلال طائرة خاصة وكان فيه كلام كتير أنهم عايزين يأجلوا المباراة عشان قيود الصفر وأن المجال الجوي مقفول في المغرب سواء رحلات قادمة أو رحلات خارج المملكة المغربية فبالتالي الموضوع تم حلو وحيسافر فريق الرجاء على متن طائرة خاصة لكن أقول لحرككم الكواليس اللي في القصة يعني الرجاء كان بيفكر في إيه وإزاي في موضوع مباراة السوبر المباراة تم الإعلان عن إقامتها يوم 22 ديسمبر الشهر الجاري الرجاء كان بيأمل وطبعا كل الاحترام لنادي الرجاء وجماهيره الكبيرة فريق كبير وعريق داخل القرى الأفريقية لكن هو منتخب أو نادي الرجاء في الحقيقة كان بيأمل أنه يأجل المباراة شوية لبعد شهر يناير أو خلال شهر يناير بيحس أنه يجيب بعض الصفقات الجديدة اللي يدعم صفوفه ويتم كدها فيين؟ في القائمة المحلية ومن ثم قدها في القائمة الأفريقية عشان يشاركوا في مباراة السوبر لو كانت بعد شهر ديسمبر لكن الاتحاد الأفريقي رفض ويحق النادي الرجاء زي ما بيحق النادي الأهلي أن صفقاته الجديدة اللي تم قدها محليا فرصة التقلات السابقة يقدر يأيدها أفريقيا إن شاء الله بداية من يوم 15 من الشهر الجاري عشان يشاركوا في مباراة السوبر يوم 22 لكن طبعا هما كانوا بيأملوا أن يكون في يناير يعني بعض الكواليس وحقيقة الأمر يعني أن في يناير يبقى فيه بعض التدعمات يتم تقيدها محليا ومن ثم أفريقيا نحن عارفين ما ينفعش تأيد أفريقيا قبل ما تأيد محليا ده فيما يتعلق بنادي الرجاء في حاجة غلط في الشرط الأول بالنسبة لمنتخب مصر كورة كربونية من الهدف اللي استقبله الشناوي في الشرط الأول بالتحديد حتى الآن نحن في ديها 42 من أحداث الشرط الأول نفس القورة بالضبط اتقررت وشاطها لعب منتخب الأردني جات في العرضة وبعد كيها في القائل ومتلعت برا فحاجة غريبة جدا منتخبنا الوطني مش في يوم ولا في حالته حتى هذه اللحظة بعدها مباشرة كان فيه هجمة مهمة لمنتخبنا الوطني مصطفى فتحي لكن الحارس الأردني صدها وكانت هجمة بروحين في الحقيقة لكن ما كانش فيه توفيقنا أتمنى أن الأمور تكون أفضل من كده خلال ما تبقى من هذه المبرأة خلينا نشوف كبان تريندات النهاردة الأهلي واللي تقال على الأهلي في السوشيال ميديا تحديدا ونبتدي بحساب الأهرام على تويتر واللي بيقول الأهلي يرسل الفيفا خطاب مشاركته في بطولة العام الأندية الأهلي حيشارك في كاس العام الأندية لأن في فترة فاتت الناس كانت تقول الأهلي ممكن ينسحب الأهلي مش عارف إيه كلام من ده لا ده حيبقى صعب جدا جدا الأهلي أكيد بيحترب كل البطولات اللي بيشارك فيها واسم الأهلي كبير جدا أهلي مش بتاعي ينسحبه كلام من ده فالأهلي بيخاطب الفيفا والأمور ماشية تمام بخصوص الموعيد والترتيبات اللي بتتعلق بما هو قبل انطلاق هذه البطولة المقرات أو مقر الإقامة الخاص بالأهلي ملاعب التدريبات كل هذه الأمور يعني كل هذه الإجراءات والأمور ماشية بشكل طبيعي لكن ده مش معناه أبدا أن الأهلي نافي ملف التعارض الموجود في النوعيد ما بين طولة كاس الأمام أفريقية وكاس العالم الأندية خلينا كمان نروح للوطن سبورت وحسابهم على فيسبوك واللي بيقولون الأهلي في أزمة بسبب ستة لعبين قبل ماجهة الرجاء المغربي طيب خلينا نشوف مين هم اللعبين ونقول لحرارتكم الأهلي في أزمة أو لا قال لك محمد مجدي أفشا أفشا موجود في قائمة المنتخب النهاردة وعنده شد خفيف في العضلة الأمامية وخلاص بيشفى من هذه الإصابة وإن شاء الله يكون جاهز أيمن أشرف ممكن يكون في صعوبة شوية لأيمن أشرف لأنه عنده جزع في الرباط الداخل للرجبة فهيتطلب بعض الأسابيع للتعافي علي معلول عنده إجهات بسيط في العضلة الضمة الأمور ماشية على ما يرام وماشية بشكل جيد في إطار البرنامج العلاجي لنجم كبير زي علي معلول صلاح محسن يعني عنده زي ألام في الظهر بسيطة ممكن يكون موجود عادي جدا أحمد عبدالقادر قلنا إصابته إيه وإن شاء الله يقدر يكون موجود وعمار حمدي هي نازلة برد يعني الأمور مش وصلة لمرحلة الأزمة الأزمة الحقيقة هي في موضوع تعارض الموايج هدف مهم جدا لمنتخبنا الوطني المصري هو هدف التعادل في الديئة 45 في توقيت مميز قوي 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 بعد أداء سيء في الشوت الأول فبالتالي تعادل مهم يدي السقة للعبين قبل أحداث الشوت التاني هدف أحراز ومروان حمدي من عردية لأحمد السيد زيزو وأصبح التعادل الإجابي ما بين منتخبنا الوطني ومنتخب الأردني في مباراة صعبة جدا مع منتخب محترم جدا وهو المنتخب الأردني لكن الأهم أن أنت قدرت ترجع في توقيت مميز قبل ما يبقى الضغط عليك أكبر في الشوت التاني إن شاء الله ننزل بقى رياحية نسبية وبتركيز أكبر عشان نقدر نفوز في هذه المباراة بالتالي هقول لحراجكم التحديث اللي حصل في النتائج في المباراة كلها النهاردة اللي بتتلعب دلوقتي يعني مصر والأردن واحد واحد الشوت الأول انتهب بالضبط من دقيقة ومباراة المغرب طبعا مع الجزائر الساعة 9 بالليل مباراة الدور الإنجليزي المباراة اللي بتتلعب دلوقتي أرسنال المتقدم على ساو سامتون بهدفين مقابل لشيء الشوت الأول انتهى تشيلسي متعادل مع ليد ديونيتد بهدف لكل فريق رفينا جاب لليدز الأول من ضرب الجزاء وبعكاة تشيلسي جاب هدف لماونت وما زال التعادل سلبي ما بين ليفر بول وأستون فيلا مباراة أيضا امتادة الساعة 5 والشوت الأول انتهى بهذه النتيجة من ضمن المباراة أيضا اللي بتجرى في هذه اللحظات هي مباراة ديبرتيفو ألافيز مع ختافي ختافي متقدم 1-0 على ديبرتيفو ألافيز في الشوت الأول طيب ماتش الأهلي الودي ما زالت عادل 1-1 في ديئة 79 ما بين الأهلي وطلع الجيش جاب جون الأهلي النهاردة هو رامي ربيع مدافع الفريق في تجربة أكيد مفيدة جدا للفريق في إطار الاستعداد لكاس السوبر يوم 22 أمام الرجاء المغربي دي كانت أهم الأمور وأهم الأخبار ليس لدينا المنزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج استنوننا سلام